السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديدو سمدي هاد النهار ان شاء الله نتكلمو على فوائد كلوريد السوديون اللي هو الملح العادي ديالطعام في تربية الارانيب بمقاييس موزونة اذا قبل ما نتكلمو على المقاييس ديال الملح اللي ممكن اننا نعطيوه الارانيب ديالنا نتكلمو اولا على الفوائد الفوائد هي في الحقيقة ممكن اننا نتكلمو عليها بوحد طريقة غير مباشرة لماذا؟ ان الملح ماشي هو يعني مني نعطيوه الارانيب يعني كي يقويهم ولا كيدر فيهم شي حاجة لا الفوائد ديالو كما قلت بها طريقة غير مباشرة بحالش الطريقة غير مباشرة وهي بزاف ديالي كومونتاز لاحظت كي يجيوني على حساب في القناة ديالدي ديالسومهدي على حساب الارانيب ما كيبغوش يشربو الماء خصوصا المرضي عاصبي اننا الى بغينا نتكلمو على الحليب ضروري الام خسا تشرب الماء وحتى الفيطان كيكونوا ناقصين في الماء ما كيبغوش يشربو الماء وخاكا حطوا لهم الماء ما كيشربوش الماء اذا ننهضرو على هاد الموضوع انا الطريقة المباشرة هي اللي غدي نهضرو على هادابة يعني اي لمشينا تحت اعطينا الارانيب ديالنا ملح عادي ديالطعام ملح عادي ديالطعام سموكي وقع وهو كي نديرو لهم واحد العملية ديال التعطيش كونوا متأكدين الارنب كي ما بغي يكون نديرلوا واحد مثلا نقولوا يعني الاكل ديالهم هو هادا ودرتوا واحد قريصة ديال الملح مع هاد الماكلة هادي كي يقل يقيصو لسانو في الملح كي يمشي مباشرة يشرب الماء يعني هاد القادية هادي ممكن ديروها الارانيب ديال الفيطام لانه اغلبية كي يجيهم الكوكسي ديال في الزاف ولكن المهم في الحلقة هادي وهو الامهات الموضيعات اللي ما كي بغي يشربوا الماء وكي يقل الحليب ديالهم في الحلامات سموكي يوقع كي يوقع ان الصغار ديالهم كيتضروا كي يلقوا الوفايات ان هادوك الصغار علاش لانه رغم انه احنا نقولوا مثلا كين عدد الصغار قد عدد الحلامات ولكن كين مشكيل ديال انه الحليب قليل الحليب قليل راه من الماء الماء ما كتشربوش بزاف هي ما كتشربش الماء بزاف الام ما كتشربش الماء كتكون ماء ملاهية مع الصغار ديالها مع الماكلة كتكون يالله ديك الدم في السمنة اللولة عدد كتغسل فراسها المهم وكيكون عاوتاني المربيته هو كيعطيها يعني الذكر في ذاكالوقيتها كتكون مهم كتكون الام ديرونجية وخا كتشوف الماء قدامها كتكون بقى ما كتهتمش بصحتها كما في الأول اذا قريصة ديال الملح ممكن انها تفك هاد المشكلة بالاضافة ان ان الملح الناس اللي يجربوه منهم انا لاني جربته كين هادروع بعض الفوائد وهو الناس اللي عندهم الارنب فيها التسلسل التسلسل وهو ديك السلسل اللي كتكون الارنب بدك يضعاف مثلا هادروع بعدها الموضيعات من الموضيعات كيكونوا في اول اول ما كيولدو كيدعافوا بزاف يعني قليل ديال الارنب اللي كيولدو وكيغلاضوا كيبقاوا بصحتهم اغلبية كتكون منفوخة تكتفش كتبلك يعني الارنب ولا مفشوش ما كيبقاش كم مكان اذا اسمه هي هاد القادية هادية انه ما كيبقاش في النظام الغذائي السليم دياله ممكن ان هاداك التسلسل اللي كيكون يعني عند الارنب الام الملح انه يفك الموشكيه واحتى فقدان الشاهية الملح را هو بمثابة فاتح للشاهية لان اسمه كيوقع الارنب كي يدوق هاداك الملح وحلوخه جرعة صغيرة كيتمدل عليه الموضيع ما كيبقاش مويم كيمشي اول حاجة كيشرب الماء منك يشرب الماء صغير فموك يتعود على الأقل صغير كيقول لي كيكل مزيان كيقول لي نورمال نحنك نقوله صغير الشاهية دياله رجعت اذا الملح راه عنده الفوائد دياله ولكن مش مش تشدو ما تلاً واحدة ملعقة كبيرة وتديروها مع مع شوية ديال الأقل لا راه نصف ملعقة كافية نصف ملعقة كبيرة كافية انكم تديروها مع كيلو ديال السيكارين يعني خاص لأنه بغي تدوق هذك الملح إلا مشتها تدوقه راه كي مباشرة كيمشي الماء كي شربه بعدها هو اللغول كان فاقت الشاهية كيتحرك يعني كياكل كانت لأم المرضيعة ما كتباش تشرب الماء ومديرون جيا مع الولادة وهدي كي كتدوق شوية دي الملح في لسانها كاتمشي مباشرة كتشرب الماء النتيجة أنه عدنا صغار بصحة جيدة إن شاء الله إذا ندي الحلقة دينا بلا ما نطول عليكم كنظن أني وسط المساج هنشكركم على التعاليق طيبة دي لكم الناس لي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا قناة جميلة غادي دعم دي لكم كنشكركم بزف على التعاليق طيبة احنا ديني فالقناة كأننا عائلة وفعلا رحنا عائلة إن شاء الله اخوة عند الله تكيووا على زر جامب ساندونا بزر جامب باش نزيدوا القدام وما تنسوناش وتكيووا على زر الجرس كي يصلكم الجديد دي لي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة ترجمة نانسي قنقر